السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم في قناة ابن سوية ناسرق ان شاء الله نهاردة هنعيد شرح الغرزة دي تاني علشان انا كنت شرحتها قبل كده بالخيط ده كنت شرحتها شرح كتابي في فيديو كنت عاملة بلوزة صيفي يعني وكده وشرحت ايه الغرزة على طول بالخيط ده فالخيط كان رفيع شوية ما بنش قوي للشرح الخصوص انا كمان كنت شرح على شرح كتابي ما كانش شرح صوتي ففي بعض الحاجات في الغرزة ما كانتش واضحة فحاعدلكم شرحها تاني لانها غرزة ظريفة قوي يعني حرم تضيع حضر كده تمام؟ دي كانت موديل كده صيفي كان موجود على publications وبنتريست مكنش ليها بترون يعني رموز ما لاقيت لهاش بترون رموز فاعدت ادور لحد ما لاقيت ليها فيديو تركي ااا وبعدين اشتغلت زي الفيديو خلاص فعلشان بس تبقوا اعرفين ااا دي ما لهاش بترون يعني انا معيش ليها بطرون اوكي اكيد طبعا ممكن يكون موجود بس انا معرفتش الى ايه ده نفس العينة نفس البلوزة اللي انا اشتغلت منها قبل كده اه هحطو لكم لينك البلوزة في صندوق الوصف اه اللي حابب يشوفها هي بلوزة سهلة جدا عبارة عن قطعتين مستطيلين بمقاس واسع يعني يكون ازيد من مقاسك بكتير اه وبعد كده بتخياطي من اعلى الاكتاف بغرزة حشوة او بابرة وخيط ومن اسفل الدراع لحد من الجوانب يعني من جنبين البلوزة لحد تحت خلاص يعني سهلة جدا عبارة عن قطعتين مستطيلتين وبس بمقاس واسع اه ده الخيط اللي انا اشتغلت بيه قبل كده هو بيبقى عبارة عن خيط بيتباع اه في دواير كده اه انا بكوره بالشكل ده كده هو ملمسوا قطني اوي بس هما بيبيعوه المحلات على انه خيط حرير ما عرفش صراحة هو خام طقيلة انه بيتباع من غير ورقة مكتوبة عليه اوكي ده الخيط اللي انا اشتغلت بيه هعدلكم النهاردة شرح بخيط الاسديفا بحيس ان هو يكون يعني ايه اه ادخن منها السنة ويبرة تلاتة تمام هتفضلي شغالة هتفوتي تلات سلاسل وتعملي خمس عواميه تلات سلاسل خمس عواميه تلات سلاسل لحد ما هتيجي عند الاخر لو تفضل عندك سلسلتين او تفضل عندك اربعة زي ما هيتفضل عندك تمام هتوفقيهم وتعملي اخر السطر دي يعني فكرة علشان خاطر تقدري ان انتي تشتغل سلسلة طويلة لانك هتشتغل سلسلة طويلة اوي لو هتشتغلي بلوزة اوبر سايزز زي اللي انا اعملتها هتعملي حلقة البداية طبعا حلقة البداية وغرزة السلسلة وغرزة العمود بلفها كلهم موجودة على قيمة الاساسيات لو انتي لسه مبتدئة هتتمراني عليهم الاول طبعا اتمراني عليهم بخيط يكون ادخن من ده شوي خلاص دي غرزة السلسلة بتاخدي لفة على الابرة وبتدخلي تطلعي من الحلقة بتاخدي لفة بتدخلي في الحلقة وتطلع تمام انا هكمل لحد ما كملهم معي اربعين سلسلة وهرجع تاني دول عندي دلوقتي اربعين سلسلة خلاص هتزودي عليهم تلات سلاسل ارتفاع واحد اثنين تلاتة ارتفاع العمود بلف خلاص دول تلات سلاسل واحد اثنين تلاتة تروحي عند رابع سلسلة وتعملي تبدأي تعملي اول عمود عندك بتدخلي في الفص العلوي بتاخدي لفة طيب انا شرحة العمود بلفة قبل كده بتطلعي من لفتين وبعد كده لفتين يعني بتطلعي كده وبعدين بتطلعي كده بس انا لما بحب اشتغل شغل ليس بحب بحب اشتغل بالطريقة دي باخد لفة بدخل في الفص العلوي بطلع من لفة بعدين لفتين بعدين لفتين خلاص دي الطريقة اللي بحب اشتغل بيها العمود بلفة هتدخلي في الفص اللي بعده بتعملي كمان عمود تالت عمود الرابع واللي بعدها هتعملي خامس عمود يبقى انتي كده عملتي خمس عمود زائد الثلاث سلاسل للارتفاع بقى عندك ست عواميد في البداية ادي واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بقى عندك خمس عمود زائد سلسلة الارتفاع واضح كده بعد كده هتعملي خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتعدي السلاسل اللي تحت واحد اتنين تلاتة هتفوتي تلاتة وتخش فيه الرابعة تبدأ تكرري تعملي خمس عمود واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة خمس عمود تمام وبعد كده خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة وهتفوتي واحد اتنين تلاتة تلاتة سلاسل وتخش فيه الرابعة وتبداية تكرري خمس عمود لحد نهاية السلسلة بتنهي شغلك بستة عواميد زي ما ابتديتي هنا بستة عواميد تمام اه هنا كان تلات سلاسل ارتفاع محسوبين عمود فدولة عندك يعتبروا ستة عواميد فلازم تنهي شغلك بستة عواميد اشان البداية انه يكونوا متنصطين بتنهي بس السطر السطر ده بستة عواميد خلاص بعد كده هتعملي ايه هترتفع بسبع سلاسل تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبع سلاسل ارتفاع بتليفي شغلك هتروحي على كل فراغ من الفراغات دي وتشتغلي تلات عواميد تلات سلاسل تلات عواميد تلات سلاسل تلات عواميد اوكي هادي اول عمود واحد اتنين في نفس الفراغ تلاتة تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة اتخش في نفس الفراغ تعملي كمان تلات عواميد واحد اتنين تلاتة خلاص ايه دي المجموعة بتاعتك تلات عواميد تلات سلاسل تلات عواميد تروح على الفراغ اللي بعده على طول تتكراري نفس المجموعة تلات عواميد تلات سلاسل تلات عواميد هنزلكم البطرون مكتوب اه في الفيديو هنزلكم زورة البلوزة هنزلكم برضو جزء من الموديل مش حضر هنزل الموديل كامل طبعا اللي هو الاصلي اللي انا اشتغلت شبهه اه علشان خاطر يعني يعني الصورة تقدروا تشوفوها على بنترست علشان خاطر هي يعني كانت تحتها ميوي يعني فهنزلكم بس جزء منها كده من الدراع وانتو تقدروا تشوفوها كاملة تاخدوها سكرين شوت وتدورها على بنترست اللي هي الصورة الاصلية خلاص هتكملي في كل فراغ من دول تلات عواميد تلات سلاسل تلات عواميد طبعا الشغل اللي اس بخيوط نعمة زي الاسديفة او خيط زي ده كده كل فترة لازم تشدي شغلك كده علشان خاطر العواميد تريح تمام وتاخد وضعها خلاص لان انواع دي من الخيوط ما بتعملهاش بلوكينج ولا بخار ولا ستيمينج ولا الكلام ده بس هي البلوكينج بتاعها عبارة عن انت تشديها بالراحة كده فبتقوم هي بتاخد وضعها خلاص هتكرري اخر السطر عندك بتعملي اربع سلاسل وبعدين بتروحي عند اخر عمود عندك اللي هو اصلا كان عبارة عن تلات سلاسل اهو بتوع الارتفاع من السطر السابق بتروحي فيهم وبتعملي في السلسلة التالتة بتعملي عمود بلف تمام دول اربع سلاسل وعمود بلفة في اخر عمود عندك من السطر السابق تمام لو بصتي كده هتلاقي عندك البداية والنهاية متنسقين اهو دول كانوا سبع سلاسل دول اربع سلاسل وعمود بلفة خلاص هترتفعي بعد كده بي سبع عمود آآ سبع سلاسل سوري اسفة سبع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمام ده في شغلك اتروحي فوق كل فراغ من دول اللي هما فوق الثلاث سلاسل الفراغات دي بتعملي خمس عواميد فوق كل فراغ بتعملي خمس عواميد واحد واحد دين تلاتة اربعة خمسة تمام بعد كده بعد كده تعملي خمس سلاسل تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتروحي على الفراغ اللي بعده وتعملي خمس عواميد هي غرزة سهلة جدا بتتكون من اربع سطور بس بتعملي اول اربع سطور وبعد كده بتبدأ يتكرروهم بسهولة بعد كده خمس سلاسل وتبدأ يتكرري في كل فراغ من دول خمس عواميد تمام بنفس الطريقة اللي نهاتي بها في السطر السابق اربع سلاسل وبتروحي تعملي عمود في السلسلة رقم تلاتة واحد اتنين تلاتة بس انا طبعا ادي واحد اتنين ادي التالتة هي بتخلي فيها وتعملي عمود بس انا طبعا احيانا بدخل على طول الاستسهال بدخل في الفراغ وبعد كده هي بتتفرد لوحدها تمام وبتاخد المساحة اللي هي عايزا عايزا تدخلي في السلسلة رقم تلاتة زي ما انت عايز خلاص بعد كده السطر الرابع بيكون عبارة عن اربع سلاسل ارتفاع واحد اتنين تلاتة اربعة ليه في شغلك وبتدخلي في الفراغ ده وبتعملي تلاتة عوامية واحد اتنين تلاتة تمام اربع سلاسل علشان دول محسوبين عمود وسلسلة في النص وبعد كده وبعد كده تلات عوامية تمام تروحي على كل فراغ من اللي هيقبلوكي بعد كده دول تبدأي تعملي تلات عوامية واحد اتنين تلاتة 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 سلاسل تلاتة عوامية واحد اتنين تلاتة تلاتة في كل فراغ هيقبلك هتكرر شوفي ما بتشدي العوامية بتاخد مكانها تشدي بيراحة طبعا ايدي شكل الغرزة بتاعتنا بعد ما بتعملي الاربع سطور بتبدأ تتكون معاك الغرزة تمام طيب لما توصلي عند اخر السطر الفراغ الاخير بتعملي تلاتة عوامية سلسلة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعدين عمود عيزة تعملي برضو العمود نفس الحكاية فيه السلسلة رقم تلاتة من هنا واحد اتنين تلاتة في السلسلة دي او تعمليها في الفراغ زي ما انت عايزة علشان النهاية تشبه البداية بتاعتنا خلاص كده احنا خلصنا الغرزة هم اربع سطور الغرزة بعد كده بتلف شغلك بتبدأ تكراري تاني السطر الاول بتاعك واحد اتنين تلاتة تلاتة آآ سلاسل وبعد كده بتدخلي عندك فيه اول فراغ ده اللي فوق السلسلة بتعملي فيه خمس عوامية عشان تبقى البداية بتاعتك ستة عوامية زي اول سطر بالضبط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتبصي هتلاقي عندك دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ست عوامية زي اول سطر عندك تمام؟ بعد كده خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تروحي على الفراغ اللي بعده الفراغ ده بتبدأي تعملي خمس عوامية في كل فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل ويتكرري في كل فراغ واتكرري لحد ما اتخلصي السطر الاول وترجعي تعيدي تاني السطر التاني ترتفع بسبع سلاسل وبعد كده اتكرري المجموعات اللي هي تلات عوامية تلات سلاسل تلات عوامية في كل فراغ وبعد كده ترجعي ترتفعي تاني ب سبع سلاسل وبعد كده تبدأي تكرري تاني تعملي خمس عوامية فوق كل فراغ وبعد كده تبدأي ترتفعي بأربع سلاسل وتعملي تلات عوامية في أول فراغ بعد كده في كل فراغ هيقابلك تلات عوامية تلات سلاسل تلات عوامية هيبقى سهل لما تبصي على اللي تحت تبدأي تعملي زي الاربع سطور دول ادي السطر الاول ادي التاني ادي التالت جاي. تمام? مانا انية تكون وضحت معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.